أكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أن الحكومة جادة بالتعامل بشفافية مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وزير شؤون المجلسين قال في تصريح أدى به إلى مركز الأخبار إن اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العاد نائب الأول لرئيس الوزراء قد ساهمت في انخفاض المخالفات الواردة في التقرير أنه بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الوزراء قامت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب الأول ولي العهد والنائب الأول للرئيس المجلس الوزراء بدراسة تقرير 2013-2014 تقرير الرقابة المالية وقد تعاملت مع المخالفات أحالت خمس مخالفات إلى إدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية لوجود شبهات جنائية فيها أحالت كذلك سبع مخالفات إلى اللجنة القانونية للنظر في أخذ الإجراءات اللازمة في هذه المخالفات كما أحالت 334 مخالفة إدارية أخرى إلى وزارة المتابعة من أجل متابعة الوزراء لتصحيح أوضاع هذه المخالفات كما قلت الحكومة ودرت من البداية بالتعامل وبكل شفافية مع التقرير هذا ديداً الحكومة منذ تقرير 2012-2013 أيضاً قامت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السم المالكي ولي العهد ناب الأول بالتعامل مع القضايا لوحظ انخفاض كبير في المخالفات منذ تقرير 2012-2012 مقارنة بتقرير 2013-2014 لوحظ انخفاض كبير أكثر من 150 مخالفة نسبة انخفاض المخالفات عن التقرير السابق هذا يظهر جدية الوزرات في التعامل مع التقارير جدية الوزرات تصحيح الأوضاع